دخلنا أرض توات فوجدنا هضار علم وأكابر فانتفعوا بنا وانتفعنا منه الإمام المغيلي ما كتبت لأحضب ثناء المعاصرين وإنما كتبت لأترك ميراثا لكل الأجيال من بعد المؤرخ اليوناني ثوكو ديديس أهلا بكم من شواطع الأزرق الكبير على ضفاف البحر الأبيض المتوسط ومن شواطع الأصفر الكبير بعمق الصحراء الجزائرية البهجة المحروسة ترحب بالظروف الكرام قوافل من العلماء الأعلام والفقاهاء العظام والأئمة الكرام أنجبتهم الجزائر على مر الحقب والأيام من بينهم الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي العلامة المعين الإمام المغيلي هو في الحقيقة طرف أو من جملة مشائخ القرن التاسع والعشر الهجريين هكذا وعلى خطى المسيرة العطرة للإمام المغيلي نرحل تاريخيا في معالم الدروب المنيرة بسم الله هذا هو الشيخ الطيب شاري أحد أشهر النساخين بمنطقة توات ولاية أدرار بالجنوب الجزائري في هذا المشهد الشيخ الطيب والابن إبراهيم يحتفيان وعلى طريقة الأسلاف في نسخ مقطفات من المرسوم الرئاسي الذي خصص الخامس عشر سبتمبر من كل عام يوماً وطنياً للإمام اعترافاً من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومؤسسات الدولة الجزائرية بدور علماء الأمة في خدمة الدين والوطن هذا اليوم اللي أعطاه السيد الرئيس الفرحين به بزاف يحسب له في التاريخ وقد دخل التاريخ من بابه لأنه أعطاه عناية لهذه الفئة واستلهاماً من تاريخ الأمجاد يتجدد تعميق أواصر الأخوة والمحبة برعاية شخصية من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تثميناً للمشترك من الروابط الصوفية والروحية في هذا السياق كان التواصل مع أحفاد الإمام المغيلي بمدينة كانو بنجيريا حيث المآثر الباقية من عهد الإمام بهذه الربوع الأفريقية أسس هذا المكان منذ خمسة قرون وزيادة بنا بيت ومسجد أشكر السيد رئيس الجمهورية الذي كرم هذه البلاد بهذا الوفد العزيم ونرجو إن شاء الله أن تمتد هذه الألاقة وبالحفاوة والتقدير استقبل الشيخ علي بالعرابي الخليفة العام للطريقة التجانية خلال الزيارات الرسمية التي تواصل فيها مع الإخوة بنجيريا ومالي والنيجر والسينغال لقد تزامنت حياة الإمام المغيلي مع الكثير من الأحداث أحداث امتاز بها القرن الخامس عشر ميلادي فعندما ظهرت آلة الطباعة كان ألاف النساخ المهرة بالجزائر المحروسة يصلون الليل بالنهار لتدوين العلوم والفنون ولقد كان الإمام المغيلي واحدا من المؤلفين الأفذاد ورائدا صباقا في نشر الطريقة القادرية بأرض الجزائر وربوع إفريقيا وارث الكونتيون الطريقة القادرية من سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي نعم لأنها طريقة ذات السند فالشيخ الكونتي هو تلميذ الشيخ المغيلي الذي نشر القادرية في إفريقيا وفي عمق إفريقيا سنة 1985 عاشت أضرار فعاليات المهرجان الثقافي الأول عن الإمام المغيلي فكرة أسس لها والي ولاية أضرار أنذاك السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية من صفحات التاريخ وخلال القرن الخامس عشر ميلادي تتجلى شخصية الإمام المغيلي الذي رأى النور ببلدة مغيلة بالغرب الجزائري نشأ بقلعة الحضارة تلمسان وأخذ عن علمائها ثم واصل المسير عبر شمال الجزائر إلى حاضرة بجاية التي كانت مقصدا لطلاب العلم والمعرفة من كل الأسقاع بالجزائر المحروسة كان زواج العلام المغيلي من ابنة الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي السيدة المصونة زينب الثعالبية وبالجزائر المحروسة أخذ التلميذ عن شيخه الوصايا القيمة والتوجهات النيرة مدينة أدران نوفمبر 2022 ثانوية الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي جيل الحاضر ينهل من مآثي الماضي الزاهر في حضن الوطن المفدى الجزائر إن الجزائر في أحوالها عجب ولا يدوم بها للناس مكروه ما حل عسر بها أو ضاق متسع إلا ويسر من الرحمن يكلوه إذن ما هي العلاقة القائمة بين الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي والشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالي هل تعرفون يا ترى؟ طبعا لقد طالب السيدة عبد الرحمن الثعالي من الإمام المغيلي أن يرحل إلى أرثوات بصحراء الجزائر ليتواصل مع إخواني في هذه الجهات من الوطن إلى بلدة أولاد السعيد بمنطقة القرارة تيميمون التي احتضنت الإمام المغيلي وعائلة المغيلي لمدة معتبرة الأثار الباقية تدل على الفترة الخصيبة التي قضاها العلامة بهذه الواحة الأصيلة المديافة نحن الآن بمقبرة الثعالبية السيدة زينب بنت سيدي عبد الرحمن الثعالبي زوجة الإمام السيد محمد بن عبد الكريم المغيلي هذا الإمام له علاقة خاصة بأهل أولاد سعيد وبقصر تمنطقة العتيق تواصل الإمام المغيلي مع علماء توات وأخذ منهم تعرف على نظام المعيشة وشرع في التأسيس لمنظومة اجتماعية جديدة هكذا استقبل الإمام المغيلي بعد وصوله إلى قصر بوعلي بزاوية كونتا على أرض توات لما استقبلناه هنا في هذا القصر استقبلناه بفقرة مجح يلاحظ اليوم راح يتمشى لموجز خمس قرون الإمام المغيلي أسس بهذه المنطقة العريقة ما يصلح للعبادة والمعاش بالتعاون مع أهل قصر بوعلي الذين آزروه في نازلة إجلاء اليهود وفقا للفتاوى الشرعية استطاع أن يقود أهل توات ضد مكر وخبت وظلم اليهود وأدنى به ولم يكن دفع في ذلك عدوانية ضد عرق أو ضد ديانة أو ضد الطائفة وإنما كان الهدف هو إعزاز المذولين نصر لمقهورين المغلوبين إحقاق الحق ودحض الباطل يعتبر من رواد محاربة خطاب الكراهية بل من الأوائل الذين كان لهم فضل السبق في مواجهة هذا النوع من الخطاب العنصري ثم كانت السفرية الكبرى المباركة إلى حواضر إفريقيا بالنيجر ونيجيريا ومالي وما إلى ذلك من الممالك في طريقه إلى الرحاب الطاهرة لأداء الحج وعلى أرض الكينانة مصر التقى الإمام المغيلي العلامة الصيوطي فكانت بينهما مناظرة مفيدة في علم المنطق في هذا المشهد وعلى أرض الجزائر المضيافة وبعدما يقارب الستة قرون التقى الحفيدان من جيل الحاضر حفيد الصيوطي وحفيد المغيلي شعرت بسعادة غامرة وأنا في رحاب هذه الأرض الطيبة أرض القرآن وأرض الزوايا بالإضافة إلى أنها أرض القرم مرحبا بك سيدي مرة تانية في توات في حضرة العلم والتصوف وإن شاء الله تكون هناك زيارات أخرى ومتكررة لهذه الأرض إن شاء الله الإمام المغيلي جاب الجزائر من شمالها إلى جنوبها الكبير حيث تحتفظ له القناتسة من عمق الصحراء بالذكر الجميل واليوم شواهد تعرض لأول مرة بداية القرن السادس عشر ميلادي وبعد عمر مبارك طويل رحل الإمام المغيلي عن هذه الدنيا أما ذكراه أما ذكراه فقد امتدت عبر الزمن وحوادر الأمم يحملها الصدا للأفق الأعظم بين حنايا الأثير وعلى معالم الدرب المنير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر